اليوم يا حبيبي انا بصير ساحر بس مو اي نوع النوع الي يسحرك بخدأ تسهل عليك حياتك اي دعني يا عزيزي اليوم عندنا خدأ بسيطة جدا بابسط شي موجود في الدنيا اي نعم بالورق فقط اليوم بتسوي خدأ بالورق تسهل عليك وعلي انا حياتنا معكم اخوكم عبد الرحمن واليوم عندنا فيديو جدا 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 شاطح مو من نوع الفيديوات اللي انا سويها ابدا بس اليوم انا سوي خدأ حق اشغال احنا نسويها يوميا في حياتنا ونستصعبها يمكنها وتكون صعبة علينا بس اليوم انا بلقى الطريقة تسهل كل شي علينا ابسط مثال حاليا وانت تتابع الفيديو يمكن الاغلب قاع يتابع التليفون قاع يتابع الفيديو اوكي قاع يضغط زر اللايك والاشتراك لا لا من تحت لا تحت اوكي طبعا يمكن ان قاع يستعملون بي سي او اللابتوب دعلكمال اصوبة شوي في خدأ عليكم منتو بعد بس يمكن انت حاليا صار لك قاع تتابع فيلم وسلسل فيديو وفيديوين واربعض خلاص ياريك تعبت تب يتريح وتب يتخلي التليفون بطريقة مناسبة بس ما يوقف التليفون التليفون دائما يطيح فحين انا عندي لك الحال في الورق فقط فاول شي لازم نسوي نختار لون مناسب وحش باخذ ازرق ازرق حلو بشريك ثاني شي بنسوي بروح اتابع الفيديو لان ما عرف الطريقة ازين فاول شي بنحتاجها هي الورقة بس لازم تكون مربعة عشان تسويها مربعة لازم تاخذ اي زاوية من الزوايا وتوديها الهني بعدين تاخذ المقص بس شوفوا الغطاء انا اشتري المقص عشان اقص هاي الاشياء تقوم انت تربط لي المقص بذي شنو نحن شون هقصة بشذي بلا تكون قوي بعدها نقص هذي بكل سهولة بعد ما صار عندنا ورقة مربعة حين نجفس الى النص لازم بالضبط في النص ومن الجهة الثانية بعد تحاول بالضبط في النص معانتش ان هاي اكثر لا هاي اكثر المهم لازم بالضبط في النص لا تيبون العيد نفسي اوكي يا جماعة باخذ ورقة ثانية لان ما كان بالنص بالضبط لقيت طريقة اسهلة حين عشان نسيت بالنص بالضبط كلها عليك تسوي تجفسها هاللون بهالطريقة معاننا المقصة هاسيدة يعني بالتالي تعارف مكان النص بالضبط هاي اللي كان لازم نسويه من البداية بس ما عليكم انا اهبل يعني انا ماليف هالاشياء بعدين نسوي تشذي رحين عندنا بالنص بالضبط النص دي تسويه هاللون اوكي وعدين ترده تسوي الجهاز الثاني يعني تجفس فتجفس فتجفس كل هاي الاشياء عشان تسهل حياتك يعني تصبح صعب وحياتك بس بتسهل عقبي اوكي المهم فبعد ما تجفس كل الاجزاء هاللون بيطلع لك هاي الشكل حاليا في بجونيومي هاللون تقدر تاخذ هاي الزاوية وتفتح هاي الزاوية حلو عشان تسوي تدي تدي الى هناك شذي 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 ويصير معاك هاي الشكلة تتوقع بس هو غالب تنح المهم خلنا نجرب الجهتين تاخذ هذي وتفدي هناك ايه هني ضبط احني ضبط اوكي اذا هاي موقع يثبت عندك بكل سهول حت صامغ هني يساعد ان يثبت وفكك من ازمات يعني الصراحة بعدها بيصير عندك هاي الشكل شتسوي تقلبه تضغط احني بدون ما تخافشها لاحظة ايه شذي تسوي هاي الشكل وحين يا عزيزي تاخذ هاي الشكل تخلي هنا وتاخد تلفونك ثابتة نفس ما تشوفون مرتاح مرتاح طبعا ما اريد اذا هاي الحركة بتفيدكم الصراحة او لا اذا مفيدة او لا اناش في شي ما اعجبني ولا هو نفس ما تشوفون هاي الشكل يغطي عليك فاتوقع لو خفسته بس ما منا فايدة الشكل او تقدر بكل سهولة تاخذ اي شي وتخلي التلفون عليه وخلاص هاي ممكن سهل عليك حياتك بس ان اذا بدك تسوي هالحركة قيموها قيموها في الكمنتات خلي روح حق الحركة اللي بعدها احين تبحت وايد من فيديواتي وخلاص عليك تشارج بس رازلت مستمتعت بتشوف فيديواتي شو نازم تسوي صح اول شي تشترك عشان تشوف هاي الفيديوات بس الشي الثاني انه تخلي تلفونك على تشارج بس تعرفون المشكلة اللي تصير لما تخلي تلفونك على تشارج وما في طاولة يما او شايف تخلي تلفونك على الارض ومهم ممكن بكل سهول اي احد يدوس على تلفونك او خربة او ما ينكب عليه او شي انا عندي لك الحل المثالي تاخذ اللون الاخضر كلها عليك تسوي تاخذها بالطول تجفسها بالنص بعدها شا تسوي تقصب جهة ثانية اللي ما تحتاجها ما عليكم اذا النص الشكلة قبيحة ولا بس اللي بتسوي عقب بتجفسها بعد بها الطريقة حلو حلو اللي بتحتاجها بعدين انك تاخذ الشاحن اللي انت استعمله وتخليه هنا عشان تاخذ القلم وترسم حوالينا تسترسم الشكل حوالينا وبعدين تشيله وتاخذ شي يقص غير المقص لان المقص بتضطر القسم من بره تاخذ الشاحن تتأكل هل هو مكانه تمام ايه فضلات تمام المفروضة حين يا جمعنا بكل سهولة تخليه في الشاحن وتخليه بها الطريقة ويثبت خلا روح تجرب الشي في السج ونفس ما تشوفون بكل سهولة تخليه بها الطريقة قعي شحن اذا تحتاجها تسوي هلون دب دب وهو يسحن بها الطريقة اوكي فالاختراع الثاني كان مفيد نوعا ما انتم بتحطوني تقييمكم حق كل الاختراعات بس حين اختراعنا جدا جدا مفيد خصوصا مع عودة الدراسة حتى لو كانت على البعد تخيل مع عودة قعد تكتب هاللون لما روح دب نكسر القلم بس ما قاعي نكسر قوي دي لحظة نكسر يا حبيبي نكسر خلنا افترض ان هاي نكسر اوكي ما عندك الا الحبر وما عندك قلم ثاني متواهج الدكتور قاعي يقول لهم ملاحظات تبي تكتب ما تقدر تكتب هاللون مع انه اوكي قدر اكتب والله بس تبي بحد حل افضل اللي بتسوي انه بعد بتاخذ الورقة وبتجفزها بالنص بالضب وبعد تقص الباقي بعدها شا تسوي تاخذ هاي النص وتاخذ الصمغ هاللون بس وتحطه هني في النهاية في الطرف دي بس بعدها تاخذ القلم وتخليه هني في الطرف تتأكد انه هو في الطرف بالضب وبعدين تلفه ونصلت للنهاية بعد تحط شوية صمغ هني فبالتالي يصير عندك قلم ثاني خلي نجرب نكتب شي مثلا انا لا والله صراحة حلوة المسكة افضل من هذي بس خلي نشوف انا همون هو خطي خويش في الحالتين يعني يا جماعة بس المسكة احلب بهاي اللف اللي سويناها وغالبا اذا احد صادة شي ونكسر القلم غالبا بروح يشتري قلم ثاني او بيدور اي قلم ثاني لان ما احد عنده صامغ وورق زيادة وكل هاي السالفة فيمكن هذي مو لايف حاك يعني مو مساعدة في حياتك مزين نروح اقل الخدعة اللي بعدها اللي هي خدعة ثنين في واحد اوشي اوشي بنحتاجه ورقتين مربعين سويتهم بنفس الطريقة الناس يفضل من لونين مختلفين اوشي بتسوي ما لا داعي اقول له وبعدها تروح بالطول تجفس بالنص مرة ثانية اوكي بعدها شو تسوي ما لا داعي ما لا داعي احس ليه بوتر بقعد اسوي هالحركة اوكي تروح تاخده وتجفسه بالنص عقبها تفتح هذي وتروح تفو الحركة دي اسمها حركة كذي واحد تودي هاي الجهة ثاني تودي الجهة الثانية كليا فلو؟ فيكون عندنا هاي الشكل نوعا ما نقوم بتسوي بالضبط نفس الخطوات مع الاصفر حين شنو لازم نسوي نروح هاي الجهة اللي هي هني ونقوم ناخد زاوية من الزوايا ودخلها على الداخل المؤهم انه لازم الجهة الثانية بالضبط نفس الشي نسوي نفس الزاوية ما يصير اخذ الزاوية الثانية وديها عكس لا لازم بتضبط نفس الزاوية كيف الناس ما تشوفون واحد لازم يسوي بها الطريقة والثاني يسوي مرجح الثانية فيصيرون عكس بعض ستقولي ترى احسن معقدة حين بتحسون بالراحة النفسية بعد ما نخلص المهم فعندنا هاي الشكلين ناخذ شكل منهم ونقلبه ونخليه بها الطريقة فوق الشكل الثاني شكل زائد كأنه بش تسوي تقوم بتاخذ هذي تخليها داخل في النص طريقة اوكي نسوي النجهة نحن نقلبها ونسوي نفس الشي هذي نجفزها وندخلها داخل احنين فالناس ما تشوفون اول شي عندنا نجمة نينجا تفلتها تشدي خلينا رويكم عليكم اوكي راحة تفوق بس زين حق ترميها ولو عندك تكنيك النينجا تقدر ترميها بشكل قوي لحظة خلينا رويكم ها شرايكم المهم فهي التكنيك الأول حاليا ساير حق الدفاع على النفس بس شرحنا الراحة النفسية حمان قلت لنا الراحة النفسية نبي نرتاح انا ضبطكم تحتاج عودة سنان او في حالتي انا الصراحة باخذ شوكة بلاستيكية لان ما عندنا عودة سنان احني تكسر الحد ملق هذي الشوكة فناخذ الحد ملق الشوكة وفنفس الوقت لازم ناخذ لنا اي شي حاد هاللون نسوي حفرة في النص اوكي تاخذ هذي الحد تتأكل ان الحفرة نوعا ما حجمها مناسب ما تكون وايد ضيجة لان بتحتاج تخلي عودة الاسنانة واللي يكون هني في النص اوكي يكون تمام بعدها بتضطر تقص الأطراف شوي عشان يكون الشي مو حاد عليك انت يعني تب يكون حاد على الاعداء فتقص الأطراف كلهم بنفس المكان بتضبط تقريبا فتكون به الشكل اقوبها تاخذ عودة الاسنان او نفس ما تشفتوا حد الشوكة البلاستيكية وتسوي اوهو المفروض ضبط يعني المفروضة هو سبينر هاللون تذكرون الاسبينر ايام كانوا يقولون مريح نفسيا ما قاعد يلف الصح نحظة نحظة أخذ مالشوكي أطول في أطول أسهل لنا أوكي تقريبا تقريبا بس صراحة هو الناس اللقاعد يفتر أوكي المهم يا جماعة هني وصلنا إلى نهاية الخدأ سألنا تقريبا أربع خدأ أو خمس ما أعرف بالضبط جم بس كتبوا لي تحت الكومتات إذا في خدأ من الخدأ عجبكم وفي نفس الوقت إذا تابعون حلقات متنوعة أكثر هاللون غريبة جدا تقدرون تضغطونه هنا وتشوفونهم نفس الوقت إذا تبقوا في الحلقة الفاتت تقدرون تضغطونه هنا ونشوفكم في حلقة ثانية مع السلامة